من بوابة القوة والسلطة يظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في تخريجه دورة جديدة من قادة الكتائب والألوية بعد خضوعهم لدورات في معسكرات مغلقة يطلق الجولاني بهذه المناسبة مزيدا من الأفكار التوسعية لمهام الهيئة لتشمل إلى جانب منهم داخل مناطق سيطرته الموجودين في دول اللجوء أو تلك التي تقع تحت سيطرة النظام في إشارة إلى أن أهدافه وطموحاته لا تقف عند حدود الجغرافية التي يحكمها إنما يحمل تنظيمه مشروعا جامعا لكل السوريين ظهر الجولاني أمام قادته العسكريين يأتي بعد أيام من إعلان الجناح العسكري في الهيئة عن إنشاء شعب تجنيد هدفها استقطاب الشباب في صهوف الهيئة وتلك تحولات جديدة يشهدها ميدان العسكرة والتنظيم فما الهدف من تحركات الجولاني العسكرية؟ وما هي الخطوات اللاحقة لتلك التحركات؟ يجيب القائد الأوحد في لقاء آخر عن أهدافه في التوسع ومزيد من السيطرة فيعلن صراحة في لقاء جمعه مع مهجر حلب إنه لا يمنع من الاندماج مع الجيش الوطني وينصب المقارنة بينما تشهده مناطق عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات من فلتان أمني وسوء في الإدارة والتنظيم وبينما تعيشه المناطق الخضاعة لسيطرته مدعياً مطالبة الأهالي لتنظيمه بالتدخل في تلك المنطقة لضبط حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وتلك أهداف تتقاطع في سياقها العام مع أهداف غرفة عمليات عزم التي شكلتها فصائل الجيش الوطني وبالانتقال من السيطرة إلى التنظيم والتوسع يتكرر ظهور الجولاني بين أنصاره ومن يصفهم وجهاء المنطقة الخضعة لسيطرته فيظهر في أشكال مختلفة وظروف متغيرة يوجه رسائل إلى الغرب أحياناً وأخرى إلى الداخل محاولاً توسيع قاعدته الشعبية التي عمل على تطويعها من خلال قبضته الأمنية والعسكرية والمدنية فهل يستطيع الجولاني تسويق نفسه؟ وهل تلقى تلك التحركات قبولاً دولياً؟